كارثة كبيرة تحلو بالبلاد في فقدان أطفال الشرشاري معنا عبر الخاطف عبر الهاتف عفوا سيد رياض الشرشاري سيد رياض مساء الخير مساء انه من عاكم طيب ان شاء الله ومشكورين ومعاكم جروح الوطن ومصراع على موقفكم طول فترة اخطافي لأطفال وطول فترة محيطة مع الله يبارك لك عظمنا وجرك وعزانة واحد سيد رياض فاجعة قدر الله ما شاء الفعل نصل الله ان يتقابلهم من الشهداء ان شاء الله عزانة واحد ربي صبركم وربي يلهمكم الصبر والبركة في الأولاد اللي قاعدين ان شاء الله كنا فقدنا ذهب وعبد الحميد ومحمد زي ما فقدتوهم واكتر لربما ليبيا كلها اليوم حزينة في هذا اليوم نعم قضية الاطفال لم تنتهي بعد لربما وجدوا مقتولين الطبيب الشرعي حسب ما اكد انه هو حسب ما عندنا من اخبار سيد رياض انه القاتل كان ليه فترة طويلة الاخبار يعني معلومات نعم والتحقيقات يدوبك ما كيش خطيئة انت عارف يدوبك الفاجعة كبيرة والناس يعدى محتمة بقضية الجثمان والجثمان الان عند الطبيب الشرعي بعدين نشوفه في اسباب الوفاء والمدة ونحلو في الانتظار ان شاء الله نعم يعني الطبيب الشرعي ما صرحش بشي لحد الان لا لا ما صرح بشي زي اللحظة هذين في شي تطيب الشرعي نعم هل تم الانتهام من اجراء الفحوصات وتم تسديهم ليك حتى تم دفنهم سيد رياض ما زال ما زالان هما عند طبيب الشرعي في الاحظة ان شاء الله نعم كيف تصفه النحال الام الاطفال سيد رياض والله يشب بيكون الحال يعني المصيبة كبيرة ونصروا اللهم ايه يعوه من الخير نعم ونشهد ان انت عارف رجال ليبيا ورجال منطق طربية الشيوخها كبارها اعيانها كان فهيما للأسف شديد انت شفت الوضبط راح والاطفال راحوا والوطن ان شاء الله نسعفه من هذه الاشكال اللي يخليني حاصلين ساهك وان شاء الله ربديه يفرر علينا بالله كلمة توجهة للناس اللي ساهمت في اختطاف الاطفال وصل الحال لهذا الحال سيد رياض بالله يوم الحاجة انا سبق ان حملت المسؤولية للاهدها ماضية وقضي لهم واتخذتوا بالموضوع وابتوا بمصير الاطفال ومستقبلهم ولان يتحملوا نتائج اسرهم يتحملوا نتائج المآل الله والاطفال وانت بالحمد لله سبقوا عبر منبركم طيب ريانان وجهتني ده وحذرته ولكن يعني يتحملوا نتائج اللي ما انت عارس لهها تحقيقات احنا نجرب اشيء لنا عن مباح جنيه يعني طولي الاجرات واجرات تحقيقه والساعة القادمة نشوف ان شاء الله الحقيقات وانا وحن نشوفه داخلهم حقا ان شاء الله نعم نعم تحيتنا لك يا سيد رياض عظم الوجرك انا من بيش نعرف الوضع اللي تمر بيه وان شاء الله رب يصبركم وينزل الصبر والسكينة في كل الاهل نعرف افاجأة كبيرة والكل حزين حتى هنا في قناة ليب الوطن يعلم الله الخبر كان سائق علينا ونعتبروا فيهم امنانا لا هذا واجب هذا واجب وان شاء الله يتقابلهم برحمته وربي يعودك خير وربي يعطيك الصحة وشكرا لك على هذه المداخلة بارك الله فيك عظم الله واجركم وعظم الله واجرنا في صمتنا وفي خوفنا واطفالنا قاعدين حتى لكم تخيلوا ان الخبر هذا كيف يكون عند الاطفال